افتتحت مدرية أوقاف دمياط مسجد المحطة في مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية وأكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط محمد سلامة على أن استمرار افتتاح المساجد في كل مكان يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مشيرا إلى وعيد دولة الكبير بعنية المساجد عنية خاصة وأن ما تم افتتاحه خلال هذه الفترة سابق تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد أدن لنا معالي الوزير بافتتاحه وقد كلف حوالي 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية ويسع حوالي 500 متر وقد قام أصحاب الخير في هذا المسجد ببناء صندرة تعلو فوق هذا المسجد ليسعى أكثر من 500 مصلي